اشتركوا في القناة ومن امراض الصيف التي ترجع للتكاثر السريع للقراد وعدم استخدام الرش الدول سنناقش معكم حالتين لنفس المرض الحالة الاولى لعلاج عجل جاموسي عمر سنة حديث الاصابة بالمرض اما الحالة الثانية لعجل بقري من نفس العمر ومصاب بنفس المرض ولكن اصابته مزمنة وسنعرض لكم حالة العجل الجاموسي اولا واحد الحالة حديثة الاصابة اثنين يشكو صاحب العجل الجاموسي من امتناع الحيوان عن تناول الغذاء نزول براز جاف مخلوط بالمخاط ثلاثة نزول سريع ومفاجئ في وزن الحيوان الاعراض والعلامات كما تشاهدها امامك على الحيوان واحد نزول الدموع من العينين لكريميشن العيون بتكون غائرة للداخل وغير لامعة اثنين الحيوان ضامر وفقد كبير في وزن الحيوان والضلوع ظاهرة وبارزة من شدة الجفاف بمعنى ان الحيوان امصيت ثلاثة انطفاء لمعاني الشعر وارتخاء بالجلد وكسل وخمول وضعف عام للحيوان اربعة نزول براز جاف مخلوط بالمخاط بسبب الامساك الشديد خمسة احمرار خفيف بجلد الحيوان ستة وجود حشرة القراد بجسم الحيوان وبالكشف الطبي البيطري على الحيوان وجود الآتي توقف حركة الكرش اثنين حرارة جسم الحيوان اثنين واربعين درجة والحيوان يعاني من حمى شديدة ثلاثة بجس الغدد الليمفاوية وجد انها متورمة وهي غدت امام كتف الحيوان بريس كابيولر ليمفنود وغدت امام عظمة فخد الحيوان البريفومورال ليمفنود او بتسمى البريكرورال ليمفنود وغدت تحت الفك الصب منديبلور ليمفنود اما بالنسبة للحالة الثانية الخاصة بالعدل البقري فهي حالة مزمنة ويشكو صاحب الحالة من قل التناول الحيوان للغذاء ثم الامتناع عن تناول الغذاء اثنين هبوط صريع ومفاجئ في وزن الحيوان ثلاثة اسهال مدمم في اول الحالة تحول الى امساك شديد الاعراض والعلامات الظاهرة على العجل البقري الذي تشاهد امامك واحد وجود صحابة بيضاء تغطي العينين وعدم القدرة على الرؤية اثنين ضعف وخمول وكسل شديد بالحيوان ثلاثة فقد الحيوان اغلب وزنه والضلوع ظاهرة وبارزة اربعة ارتفاع في درجة حرارة الحيوان خمسة تورم وتضخم بالغذاء اللينفاوية كما سبق ذكره ست ضعف مناعة الجهاد اللينفاوي للحيوان يؤدي الى اصابة الحيوان بالالتهاب الرأوي والشعبي وما يصاحبها من اعراض زي الكحة الشديدة ومخاط كسيف ينزل من انف الحيوان سبعة الحالة المرضية مزمنة بسبب تأخر العلاج تمانية ضعف حركة كرش الحيوان مما سبق يرجح ان سبب الاصابة بالمرض هو اصابة العجل الجموسي والعجل البقري بمرض السيليريا وللتأكد من صحة التشخيص يتم اخذ عين الدم وفحصها معمليا فسوف يثبت لدي وجود طفيل السيليريا من عدمه وفي حالة الاصابة يوجد نوعين من السيليريا في منطقتنا العربية النوع الاول السيليريا انيولاتا النوع الثاني السيليريا بارفا يتم علاد الحيوان بمضاد طفيل السيليريا وخافضات الحرارة بالاضافة للعلاد حسب الاعراض الظاهرة على الحيوان وحق للحيوان بالمقويات والمحاليل في حالة امتناع الحيوان عن الغزاء الوقاية من المرض يتم ذلك عن طريق الرش الدوري للحشرات الخارجية وخاصة القراد العائل الناقل لطفيل السيليريا وتلجأ بعض الدول الى تحصين حيواناتها باللقاح الحي الليف فاكسين لاعطاء مناعة ضد مرض السيليريا وفي النهاية شكرا لحسن استماعكم ما تنساش تعمل لايك للحلقة وصفحتنا على الفيسبوك وتكتب رأيك في الحلقة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وفولو على تويتر وشير للحلقات كي تعمل فائدة وستجد اللينكات أسفل الحلقة وإلى اللقاء في حلقة قادمة وشكرا